اختتمت فعليات اليوم الثاني والأخير للدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وانعقدت القمة الافريقية الأوروبية في دورتها الحالية تحت عنوان افريقيا وأوروبا كارتان برؤية مشتركة حتى عشرين ثلاثين حيث اجتمع قادة وكبار مسؤول حكومات أكثر من خمسين دولة أعضاء في الاتحادين الأفريقي والأوروبي لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمارية أفريقية أوروبية طموحة فضلا عن بحث التحديات العالمية الراهنة